اهلا بكم مشاهدينا بعد الفاصل والحديث موصول مع الدكتور علي السنوسي استشاريه على علاج بالاكسجين النشط وقال الدكتور علي بيقوله انه في فقرات سابقة يعني انه هذا العلاج بالاكسجين النشط هو نشط في علاج الامراض ان شاء الله وإذن الله مش هو نفسه اكسجين نشط لا هو نشط في علاج الامراض وان شاء الله وإذن الله هنتكلم معاه برضو في هذه الفقرة برحب بيك مرة تاني يا دكتور علي الله يخليه الدكتور علي حضرتك قلت في فقرات سابقة قبل كده انه ان السكر الخطورة منه ليست في السكر ولكنها في مضاعفات السكر تمام زي التأثير على الكلى الكبد القلب الشريين العين وهكذا وهي دي اقل الناس كلها بتعاني من المضاعفات وخايف المضاعفات دي ايه بقى في اهم المضاعفات في دعوات السكر القدم السكري تمام ماذا عن القدم السكري في العلاج بالاكسجين نشط؟ تمام القدم السكري هو اكسبريشن او مصالح اطلق على قدم مريض سكر معتلة معتلة بمعنى ان هي فيها اعراض مرضية زي التورم، الاحمرار، ارتفاع درجة الحرارة ان المريض يحس انها سخنة، التنميل، الخدلان ان المريض يقول انا بادوس على الارض مش حسس برجلي الحزاء ممكن يتخلق او يتقلع من رجلي وما حسش به فيه قلم شديد زي لسع كده في اصابعي او في مشة القدم القدم السكري بش بمعنى ان لازم بقى فيه جرح لا لا القدم السكري بيبتدي من اول عدم الاحساس الجيد بالقدم باي عرض من الاعراض اللي احنا قلناها دي سواء التنميل او الخدلان او التورم او الاحمرار او السخنية او تشقك الجلد الجلدي وقى نفسه جاف كل ده دليل على حاجة واحدة فقط ان الدم اللي واصل للقدم ابتدى يقل بشكل ملحوظ طيب ده طبعا دي البدايات بعد كده لو لا قدر الله حصل جرح المريض وارد جدا فيه حالات كتير بتجيل يقولك انا مش حاسس برجلي يعني اتجرحت لقيت فيه دم على الارض فبوس الرجلي لقيت فيه جرح المضوع ده بيحصل كتير مع المرضى دي مشكلة كبيرة يعني الجرح حصل المريض مش حاسس العصام ميتة طبعا بيبتدي بعد كده الجرح ده يتلوث المناعة ضعيفة الدورة الدموية ضعيفة الدم مش واصل كويس عشان يقنص التلوث ده فبالتالي بيبتدي خش بقى في قصة القدم السكري اللي هو جرح الجرح ده لو تلوث اكتر بيبتدي تحصل غرغارينة والغرغارينة بيبتدي نخش في التساوس والعظام وبعد كده بيبتدي خطورة على الحياة بتاعة المريض فبتدي بيبتدي بيبتدي نخش في قصة البتر تمام؟ طيب ايه دور الأكسجين الناشط في القدم السكري؟ زي ما احنا قلنا ان الأكسجين الناشط اساسه انه هو بنشط هو الحل الوحيد الفعلي مش هنقول اقوى حاجة لا ده هو العلاج الوحيد الفعلي المؤثر في تنشيط الدورة الدموية مريض القدم السكري او مريض السكر بيبقى عنده اعتلال في الشرايين او مرض في الشرايين الترفية او في الاوعية الدموية بتاعته نتيجة ترصب الدهون والكوليسترول على جدار الاوعية الدموية او الشرايين فبالتالي بيحصل حاجة اسمها تصلب في الشرايين تصلب في الشرايين مع زيادة اللي زوجها في الدم ده بيؤدي في الاخر ان الدم اللي واصل للاطراف بيبقى ضعيف طيب الاكسجيني نشط بيعمل ايه في الحتة دي؟ الاكسجيني نشط بيعمل حياة ظريفة جدا انه هو بيأكسد الكوليسترول الترصبات التكتلات من الكوليسترول والدهون على جدرة الاواعي الدموية بيأكسدها وبيحولها الكربون ومية وبيحسن المرونة والإلاستيستي بتاعة الجدر بتاعة الشرايين فبالتالي بيحسن المرونة بتاعة الشريان وبيوسع القطر بتاعة الشريان لانه هو اكسد خلاص قريدي الترصبات الدونية والكوليسترول الموجودة فبيوسع القطر وبيحسن المرونة وبيعمل حاجة ظريفة جدا كرات الدم الحمراء بيعمل عليها نيجة في تشارج حالك يعرف الشحنات المتشبهة بتتنافر بيعمل شحنات سلبية على كرات الدم الحمراء فبالتالي بيحصل تنافر بنا فالدم بيحصل بأشي تكتل في الدم فيحصل سريان أفضل بيحصل تحسن في سريان الدم فبالتالي بيحسن الدورة الدموية للوصلة للقدم أو لو لا قدر الله فيه جرح للوصلة للجرح وبالتالي بيحسن بناء أنسجة الدم وصل كويس فالكسجين ووصل كويس ففيه أنسجة جديدة فيه خلايا جديدة هتطلع للأسف التعامل مع القدم السكري في مصر أو في خارج مصر بيتم بشكل خاطئ بيتم بشكل موضعي اللي هي دهانات ومراهم وكريمات وانتيبيوتك سبري والكلام ده كله ده أقصى حاجة يقدر يعملها أنه يخلي الجرح نظيف نعم أقصى حاجة إنما ده مش هيحل المشكلة من جزورها جزور المشكلة أصلا أن الدم يوصل كويس للجرح ده اللي بيعمله الأكسجين الناشط أنه هو بيحسن لوصول الدم للجرح ثاني حاجة أنه هو بكتيري سيدل أو قاتل للبكتيريا البكتيريا اللي هي الملوثة أو المكونات أو مسببة للجرح والتلوث الجسر في الجرح الأكسجين الناشط بيأكسد هذه البكتيريا وبيقتلها فبالتالي بيخلي الجرح نظيف فيه ثلاث عوامل رئيسيين ومهمين جدا للتقام أي جرح في مريض قدم سكري ألا وهم أول حاجة أن السكر يبقى مزبوط لازم معدل السكر للدم إنسان يبقى السكر بتاعه مزبوط لو السكر عالي مهما حصل الجرح مش هيلتان كويس ثاني حاجة أن الدم يوصل كويس للجرح ثالث حاجة أن الجرح يبقى كليم يبقى نظيف الجرح يبقى نظيف دي أي جراح قدم سكري بيعملها بينظف الجرح تمام السكر الزبط ده عند أي دكتور غدد أو دكتور السكر ممكن يزبط له السكر إنما تنشيط الدورة الدموية اللي وصل للجرح ده للأسف الحلقة المفقودة في علاج القدم السكري عند معظم الدكاتر أو إن كانش كل أطباء القدم السكري إنه أنت بتعمل كل حاجة خارجية وبتنظف الجرح عايزين حاجة تزوء الدم توصله للجرح عايزين مية توصل للبزرع عشان تطلع النبتة الجديدة الخالية الجديدة اللي هي اللحم بقى أو العضلات في الحالة دي اللي هي تقفل الجرح وبالتالي الجلد يكسو عليها الاكسجين نشط بيحل الحالة المفقودة دي عن طريق إنه هو بينشط الدم اللي واصل للجرح بيحسن المناعة العامة بتاعت جسم المريض ثالث حاجة إنه هو بيقاتل البكتيريا والمقربات فبيطهر ويعقم وينظف الجرح إذن هذا كلام طيب جدا جدا لبعض الناس بممكن يكون معرضين لقدم سكري أو يكون عندهم قدم سكري أصلا طبعا كلمة معرضين يعني مش عايزين يكون عندنا قدم سكري لكن كلام اللي بيقوله الدكتور علي إنه فعلا الاكسجين النشط هو اللي بيقوم بعمية الإنبات للخلية أو للخلايا اللي هي بتفقد نتيجة الجروح لكن هو الدكتور علي بيقول إنه أي تنميل في القدم أو أي سخونية أو بتاع دي يعني قدم سكري مش لازم يكون في جرح لا بداية القدم السكري يعني تعريف زي ما قلنا قدم سكري معتلة فيه الإحساس بالقدم التدائل التنميل الألم التورم الحمرار زيادة جفافة جلد أو تشققه كل دي من أعراض أو بداية أعراض القدم السكري الجرح والغرينة دي دي اللي هي اللي تعتبر المضاعفات الأخيرة اللي هي خلاص بقى فيه جرح الدم مش واصل الجرح ما بيالتقمش ابتدنا ندخلنا في الغرغرينة ابتدنا لقدر الله بعد كده نخش في محلة البتر إن شاء الله وبإذن الله ما نوصلش للبتر والغرغرينة كلام صعب قوي قوي لكن مهم جدا جدا الناس تنتبه لذي المسألة موضوع القدم السكري أعتقد لازم ناخش فقرات تانية وعلشان ده موضوع خطر جدا شكرا لك دكتور علي في هذه الفقرة الجميلة وننتقل إلى فقرة أخرى إن شاء الله تابعونا مشاهدينا الكرام تابعونا مشاهدينا الكرام تابعونا مشاهدينا الكرام